أن الوضع أسوأ مما كان عليه في السابق وإني خلينا أستحضر مقالة لزميل في جريدة الجريدة الكاتب حسن الموسوي ذكر بأن كتلة العمل الوطني ارتكبت خطأ سياسي فادح وأنها السبب في وصولنا إلى المشهد السياسي الحالي خلينا أقتبس نص كلامه الرصاصات الخمس التي أطلقتها كتلة العمل الوطني على الحكومة تبين الآن أنها خطأ سياسي فادح هدف كتلة الضد حل المجلس وأبرز مثال قضية الإداعات بدلا من أن يلتفت أعضاء كتلة العمل إلى هذا المخطط المكشوف وينتبهوا للأهداف المخفية من ورائه رأيناهم يطلقون رصاصاتهم الخمس وحققين أهداف كتلة التأزيم وبذلك حل المجلس فكانت النتيجة انتخاب مجلس أسوأ من السابق كتلة العمل الوطني دفعت ثمن خداعها بشعارات براقة واتباعها منطق انظر إلى ما قيل وليس من قال بينما يجب على السياسي أن نظر إلى ما وراء الشعارات انخدعته بالشعارات وبالتالي وصلنا إلى مجلس أسوأ عن السابق بسبب وقوفكم مع كتلة الضد أولاً احنا كتيار وطني ما احنا بهالستاذجة اللي نأخذ الموضوع لأنه احنا سقصوا علينا وتبعناه احنا مو بهالستاذجة احنا موقفنا واضح أخوي عمارة موضوع هدر المال العام والفساد معيارنا وبدليل أن احنا بديناها مثل ما قلت لك في بداية حديثنا بمصدرة واحدة تعاملنا مع الكل قناعتنا بأن الحكومة كانت حكومة فاسدة وفاشلة هذه قناعة يتفقون معانا الآخرين أو يختلفون هذا شأنهم بس يقولون الآلية اللي انتوا اتبعتوها قد يكون الهدف متفق عليه لكن الآلية اللي اتبعتوها وقوفكم إلى مجموعة النواب في ذاك الوقت اللي كان يسمونهم نواب التأزيم أو نواب كتلة الضد التوقيت وجودكم معاهم هو اللي شجعهم أكثر وخلاهم يستفردون بالمشهد أكثر والدليل هم اللي فازوا وهم اللي رجعوا إلى صراديق الاقتراع وانتوا اللي تراجعتوا أولا أخوي عمار أن الأخوان في كتلة العمل الوطني حطوا متطلبات فاضحة قالوا قالوا وإحنا هم في المرحلة الأخيرة وضعوا متطلب واضح وصريح يتعلق بكتلة عفوا تشكيل لجنة التحقيق لكن في السابق كانت جزلتوا إلى الشارع معاهم صحيح صحيح كانت لكم كلمات كانت لكم مشاركات بقناعة في النهاية وتصريح بعض نوابكم في فترة الانتخابات كان يقولون بأن بعض التيارات وبعض الأشخاص وبعض الكتل استفاد وحاول أن يتسلق على ظهر الشباب والنتيجة أثبتت أنهم فازوا في الانتخابات فازوا في الانتخابات لأن الناس صوتت لهم لي صوتت لهم؟ علينا أن نرجع لأنهم مسكوا ملف الفساد ومسكتوا ملف الفساد وياهم بعيد ونزلتوا وياهم الشارع شوف أنت مثل ما قلت لك في بداية حديثنا أننا عندنا في الكويت قناعة بأن العمل السياسي عمل برلماني انتخابي بحكم أننا لما نزلنا الشارع النواب ما نزلوا النواب وكتلة العام الوطني نحن التحالف والمنبر وتارتقدم وينزلنا الشارع النواب ما نزلوا الشارع في طول الوقت نزيل؟ ثانيا يحسب على الأخوان في كتلة العام الوطني التباطئ في اتخاذ القرار كانوا بطئين في اتخاذ القرار يعني أما أدخلوا المشهد السياسي عقوا بشهر من موضوع الإداعات تتعتقد أنهم هما تباطئوا أنت لازم تكون حقاني واقعي تدرس الأسباب كلها أنا أعتقد تباطئوا ما تخاذلوا ولكن تباطئوا ودليل عدم تخاذلهم لأن الخمس رصاصات اللي أنت ذكرتها هي اللي أسقطت الحكومة وهذا دليل أسقطت الحكومة من جانب ويقولون أنها رجعت مرة ثانية إلى جسد التيار الوطني والدليل أنهم ما فازوا والانتخابات تفوز هالمرة تنجح المرة الياية بس ما تخسر مبدئك ما تخسر قناعاتك العمل السياسي مو بس انتخابات العمل السياسي أن تحافظ والتمارس وتستمر في الدفاع عن حقوق الناس والدفاع عن المال العام وعن الحريات الموقف السابق للتحالف الوطني أن نزول الشارع تأيد النواب في مسعاهم السابق ما تعتبرونك منتوا ندمانين عليه أبدا ولا لحظة ولا دقيقة أبدا ما ندمانين عليه هذه قناعات بعد ما شفتوا رسالة الشارع لكم رسالة الشارع لأن لازم نحط الأمور في نصابها أنت تعتقد أن الانتخابات بس أثرت عليها موضوع الإداعات ونسينا الموضوع الشحن الطائفي جمع من القضايا في النهاية أنت طالع أنت طالع نتائج الانتخابات لكن البعض يقول البعض يقول يمكن لو ما كنتوا وكفين معاهم في ذاك الوقت يمكن ما وصلت الأمور إلى هذا التأزيم ما حل البرلمان كان بالإمكان ممكن معالجة الوضع بشكل أفضل بطرق أفضل لجنة التحقيق اللي قدمت لكتلة العمل الوطني أساليب أخرى ممكن كنا نوصل إلى بر الأمان أفضل من نحل البرلمان في ذاك الوقت ما كان في صالح التيار الوطني وبقية التيارات الأخرى طبعا على النقيم أمو هني المشكلة أن أنت قاعد تأكد كلامك هذا كله يؤكد مدى صلابة ونقاوة موقف التيار الوطني تؤكد على ذلك أنا أكد ليش لأن ما ساومنا برلمان على حساب مال العام ولا فضلنا الكرسي على حساب الكويت أحنا أخذينا قناعاتنا ومشينا